في وسط الزحمة دي ودايماً إحنا اللعيب المصريين يقولك هو يروح أهلي وزمالك وانا السؤال ده مرضو كان مفهود أتبعه بالسؤال اللي سألتلك بكده في فكرة العروض اللي جات لك انت بقى أصلاً كشخص عايز تبقى موجود في الدولة المصرية ولا حاية بتطلع في أوروبا؟ لا طبعاً أنا جات لكذا حاجة الحمد لله في يناير برا مصر في أوروبا ولا في الخليج؟ لا لا في الخليج في الخليج بس فالواحد يعني بيسيبها على ربنا وأهم حاجة تفنش الدوري بشكل كويس تفنش الدوري بشكل كويس أنا فاهم بس أنا أقصد أنه في لعيبة تقولك يا عم أنا مبسوط في مصر هنا وباخد فلوس كويسة وخلاص وفي لعيبة تانية يقولك لأ هنطموح أن نطلع في أوروبا حتى لو خد فلوس أقل من اللي بأخدها هنا لا طبعاً أنا كلعيب أما حس بقيمتي كلعيب لا طبعاً أحسن من ملايين الدنيا كلها أحس أن أنا أخلي أهلي مثلاً رفعي الرسم دي بالدنيا كلها طبعاً لكن أنا معظم طبعاً أسألك سؤال بس أنت تقولي حاجة مش يعني خلينا موقعين أنا هكلمك دلوقتي هكلمنا عاديم مع بعض تمام؟ مش هكلمك أحمد يسين اللعب الكبير أنت أصلاً ما بتشوفش اللعيبة دلوقتي والجملة المشهورة أنه فيش لعيب دلوقتي بيفرق مع اسم نادي ولا مستقبله ولا هو فين دلوقتي بيفرق مع الفلوسه بس إحنا بينا في سوق وفي ملايين تمام؟ فيقولك لا أنا أخد الملايين ديت ومش مشكلة أصلاً حد يشوفني ولا ما يشوفنيش تمام ماشي خلي بالك اللعبة كلها فعلاً بتفكر بالنطق ده خلي بالك طبعاً وأنت دلوقتي كلعيب الكرة أنت الكرير بتاعك 10-12-15 سنة بعد كده الله أعلم بيك صح والناس يعني فيه ناس كتير ما تفهمش الكلام ده أنا دلوقتي أفكر تمام بس أنا ممكن أخلص حياتي مثلاً وأخذ 10.000 جنيه بس مش مبسوط مش مبسوط بتاريخي مش مبسوط بعملي في وقت تاني ممكن أبقى واخد 5000 جنيه وأنا فخور بيهم لأ بالنسبة لي ده طبعاً أحسن أحسن بكتير طبعاً أفخور بالكارير بتاعي بالمبلغ ده مثلاً لأ طبعاً أبقى فخور بيهم هاي طيب من السنة دي الفريق اللي أنت واجهته كان أصعب فريق أو أصعب لعبين يعني واجهتهم السنة دي من فرق الدوري ده الدوري كله صعب جداً خلي بقى إيه المطش اللي كنت بقى إيه؟ يا جماعة إنتوا جيين علينا جيش كده ليه؟ بالروحة خلي بقى لك أنا مسلاً عندنا مطش الجونة اللي كسبنا في الجونة المطش ده صعب جداً وبنبدأ المطش 1-0 للجونة من المملكة صعب مطش صعب جداً ربنا كرمنا 2-1 لنا ثاني مطش مطش المكسة مطش صعب جداً يخلص واحد سفر، أنا أقول لك يعني الجنة والمكاسة يعني فرتين كبار جداً يعني المكاسة ده بيتي طبعاً وبتمنى له طبعاً ربنا يكرمهم ويخرجوا من المحلة اللي هما فيهم دي دلوقتي لا بس أنا أكلمك يعني مش أهلي وزمالك أهو بس المطشاط كلها جامدة جداً علشان كده الدولي كله صعب طيب، مين المهاجم للسنة دي بلغة الكرة يعني دايقك أو أنت دايقته يعني ما كانش عارف يعدي منك أو أنت كان عندك صعوبة في أنك تواجهه يعني سناني كلهم لعبة كبيرة ولعبة رائعة بس أنت أنت كلاعب إيه أهم أنت تعبتني لا وفيه طبعاً إيبوكا بتاع الإمبي عسف الحمد لله نعملنا ماتش جامد جداً يعني ما عمل يعني ما جابش جوان ولا أي حاجة إيش عبت إيبوكا بقى يعني أنت وإنت في الملعب إيش الصعب اللي في إيبوكا لا هو لعب طبعاً قوي سريع بيعرف يستلم الكورة بيعرف يليف طبعاً دي طبعاً بتفرق قليل لما تلاقي العب قوي وسريع وبيعرف يليف بالكورة ويعرف يستلم الكورة صح قليل لما تلاقي الفروة بالذات في مصر قليل صح مين تاني؟ فيه محمد شريف برضو مهاجم كويس جداً 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 يعني بيعرف يخطف المدافع بيعرف يليف بكورة كويس جداً فدي طبعاً بتفرق رغم إنه في الفترة الأخيرة عليه بعض الانتقادات من جميعنا دي لقال إنه بعيد شوية عن المستوي قصة القيل عيف في الأهل والزمالك بيبعد ناطش أو ماطشين بيتلاقي الدنيا كلها عليه عليه صبعاً بس مفيش ركة محمد شريف مهاجم كبير جداً